يقال ربضارة نافعة وما أكثر ضرر وبائه كورونا موهبة من بيتي مبادرة تتناغم فيها الموهبة مع الإرادة والعزم لكسر رتابة حظر التجوال بانتظار تغير الأوضاع إلى حال غير هذا الحال التمثيل والستاندف كاميدي فبعيدا عن الحالة الثقافية النخبوية أطلقت وزارة الثقافة الأردنية مصابقة لاستثمار الوقت في فترة التباعد الاجتماعي التي فرضها حظر التجوال مبادرة تشمل فئات الأطفال والشباب تتراوح أعمارهم بين العاشرة والخمسة والعشرين عاما وفي حقول ثقافية متنوعة النصوص الأدبية والإبداعية مثل القصة والشعر واليوميات والموسيقى والغناء والتمثيل والأفلام من الفيديو المنزلي بالإضافة إلى الفنون التشكيلية مثل الرسم والتصميم والتصوير وفن الكركاتير عبر مواقع التواصل الاجتماعي جاءت المشاركة أما اختيار أفضل الأفضل فكان بيد لجنة التحكيم الشاب إباء تمكن بموهبته في العزف من أن يحصل على الجائزة الكبرى السبب برأيي أن الفلوت هي عبارة عن آلة غربية وأنا اللي قدمته قدمت عليها تقاسيم شرقية ارتجالات على الفلوت لم تكن مقطوعة معينة كانت عبارة عن ارتجالات من واحد الخيال أتمنى من وزارة الثقافة أنها تدعمني في الانتاج وأنها ننتج عمال لآلة الفلوت عمال شرقية لأنها ليست موجودة لأعمال هاي أبدا شراكة بين القطاعين العام والخاص أثمرت في اكتشاف آلاف المواهب المدفونة ومئة جائزة مالية أسبوعية ستكون من نصيب الفائزين لان شهين عمان آرما يدين